السلام عليكم اخباركم ايه? النهاردة الفيديو التاني بتاعنا اتمنى يعني ينال الكثير من اعجابكم ويعجابكم الحاجات الجميلة بتاعتكم الحقيقة انه كلام المستشار مرتضى منصور النهاردة في الفيديو بتاعه المفروض يتهز له الكيان والكيانات وتتهز له الكراسي وتتهز له يعني كل ما يمكن يهتز ليه? لانه كلام واضح وصارخ في وضوحه اما يقول انه فكرة انه دخل السجن بسبب رفضه الصلح مع محمود الخطيب ولا اعتذار محمود الخطيب وانه يتراجع عن قضية نادي القرن وتالت حاجة انه يوافع على تقسيط غرابة كهرباء حياء انه بعد الكلام ده لازم الدولة نفسها توقف كده ووزارة الشاباب الرياضة تنتفض عن بكرة ابيها لتطمئن لانه ما يبقى الرئيس نادي ذلك يكادي يكون هدد او تم تنفيذ التهديد ده موضوع مسهل وله معنى ومعنى لأ له آلاف المعاني اللي الجزء منها مش حلو جزء منها مشيك جزء منها مريب ومن ثم كلام اللي تقال ده ما ينفعش عادي لازم يبقى فيه تحقيق فيه لانه ده مش كلام في الهواء الطلق يعني مطلب كده يعني واحد بيجي في الباغو يقولي الكلام ده لأ ده راجل لسه خارج من السجن على قضية وبتكلم وبيوضح وبيشرح لجمهور نادي الزمالك انه السبب في دخوله السجن تمام هنا الموضوع في وسط الكلام قال كمان ما معناه انه جمهوري زيك ما يزعلش يعني ما قال لي ما خدش بطولات لغد دلوقتي الحقيقة هختلف هنا مع المستشار مردان ونصور نعم يجب على جمهوري زيك انه يزعل وبالعكس امشان نفسه لازم يزعل ليه لانه الزمالك كان في يده فرصة انه ياخد الدوري للمرة التالتة عالتوالي وهذا امر اللهم يحدث في سابقة التاريخ كله بتاع الزمالك وكان ده يتكتب للمستشار مرتضى منصور انه هو اللي عمل بطولة التالتة عالتوالي وكان يكتب في تاريخه يعني طيب نرجع تاني ونقول انه من حق جمهوري زيك يزعل ليه من حق جمهوري زيك يزعل؟ لانه خسر افريقيا خرج من افريقيا اللي كان يأمله انه الزمالك او جمهوري زيك انه ياخدها اللي غايبة من الفين واتنين وكمان مش باين انك هتروح تحاول تاخدها وتفشل برضو زي السنين اللي فاتوا في 2014 لانه الزمالك وده برضو الحاجة اللي تزعل بيخسر الدوش هو محدش يقول انه فيه فرصة للدوش عيب فيه فرصة انك اخرك تجيب المركز التاني وتحجز مركز في دور الابطال او تأكد مركزك في الكونفودرالية لكن انت خسرت الدوش ودي حاجة زعل تمام؟ وخسرت بطولة الكاس ودي حاجة زعل وجبت صفقات مخيبة للامال لا دا جمهور زيك اللي ما يزعلش وهو شايف كده ومش بجمهور الزمالك اساسا اللي واحد بيهزر جاي هزر انت جيت اشتغل ايه اعلمدفع بورو جمهور الزمالك اللي ما يزعلش ويغضب عالموقف اللي فيه نادي الزمالك دلوقتي يبقى مش جمهور الزمالك اساسا انت جاي هزر تعرفت جيت عزي ولا جيت هزر انا جاي هزر يا حرر بنوحف وخارف فيلم الكيف انا جاي هزر ويدحك لا يا فندم ده عزب النتائج دي زي العزب بالضبط إما تدخل عزب يعني مشاعرك عارف نهاء العزب دي معناه إيه إن عارف وإنت بتعمل العزب ده إنت جاي هنا ليه وبتقول للناس بقى في حياتك ليه وعارف إن ده المصير فإما تجي أنت تشوف في الزمالك في الوضع ده وما تزعلش إبقى أنت مش جمهور زمالك أساسا كنت كبير ولا صغير كنت مسؤول ولا مش مسؤول اللي ما يزعلش على موقف الزمالك دلوقتي والانهيار النتائج اللي موجود والمشاكل اللي داخل قط اللبس والمشاكل الفنية والإدارة الفنية المخطئة والإدارة الكروية التي أخطأت في اختيار السفقات وما تزعلش إبقى أنت لمؤاخذة يعني ما ينفعش تبقى ريئة يتبقى مسؤول ولا تبقى إعلامي ولا تبقى جمهور ولا أي حاجة تقول لي ما الأهلي ما خدش بطولات الأهلي خد بطولة السوبر يا سيدي ما هي إيه دخل بطولات إيهو الأهلي دخل بطولة السوبر فاز بيها الدوري لسه هو متصدر الدور لسه ما انتهاش الكاس في النهائش في أفريقيا يوم السابت ممكن يكمل المشوار أنت إيه بقى خسرت دوري خسرت كاس تمام خسرت السوبر ناقص مبارات السوبر اللي جاية الله أعلم بقى إيه اللي هيجرى فيا جماعة اللي مش هيزعل على حالة الزمالك ده من الزمالك ده ياخدنا الإيه ياخدنا بقى لحاجة مهمة جدا النهاردة الأستاذ عمر أديب الإعلامي عمل بتاعي يجي نص ساعة عن حالة الزمالك وما معناه يعني هو وزير شافين والحقيقة أنا مش أقول هو بيقول كلامي لكن أنا قلت قبل كده أن الموقف ده والمشكلة اللي فيها الناس في الزمالك سببها الأستاذ الدكتور أشرف صحي وزير الشاب ورياضة صاحب القرار الذي يقشى أن يتخذه على فكرة أنا عن نفسي ما عنديش أي مانع من استمرار مصد شامل المنصور ومجلس قدرته وما عنديش مانع أن مصد شامل المنصور يبشي هو أو مجلس قدرته أنا يهمني في مدودة الزمالك تمام؟ طيب عاوز يكمل أو الحكومة أو الدولة أو الوزارة شايف أنه يستمر فليستمر لا جدالة في هذا شايف أنه يمشي فاهمش لكن أنه إحنا بقى وقفين كده بأنه أصلنا بفكر أصل موقفه معلق أصلنا بسأل المستشارين مستشارين الدولي مستشار إيه اللي قاعد شهر كانت بيهم مرطة وصول في السجن ومش عارف ياخد قرار ومش عارف يفكر والوزير إيه اللي ساكت وما شايف نادي مالوش رئيس أو ليه رئيس أو مالوش رئيس أو ليه رئيس ليه قائم أعمال لا مالوش قائم أعمال ليه مجلس إدارة إيه ده ومعادي ده مش نادي إليه مش نادي حفية نادي بلا جماهير لا ده جماهير بالمئات والمئات الملايين وكل الناس مهتمي أو ما بيتكلموش أو بيتابعوا بسيعملوا إيه في الآخر هو جمهور هيعمل ليه يعني يتابع فقط لكن الحرص على أبناء وطنك وأنهم يبقوا عارفين رسم من رجلهم ده واجب على وزير الشاب ورياضة بكل المحب التي أملوكها للأستاذ الدكتور أشرف صبحي خد موقف أنا معنديش مانع زي وظافت عمر قديم كده معنديش مانع أيًا كان يا سيدي خلي مرطان مصور بس اعلن ده ما تسيبش الدنيا عيمة مش لوه بنغرأ إحنا في الرمال المتحرك لأ يعني انقذ الزبالك وقول إن مرطان مصور مستمر أعلن وسهل نكمل إرادة الجماعة العمية أهلاً وسهلاً لا أصل القانون لا يسمح فيجب أن يرحل أهلاً وسهلاً بس اخد حاجة وعلى فكرة أكتر واحد عاوزك تاخد حاجة بمصور مرطان طيب يا حبازة أو ياخد قرار بأنه يستمر لكن لأنه عشان برضو يعفزه رجل بالمناسبة الزمالك أنا من الناس الأوائل بش أقول الأول يعني اللي قاله على قصة تكييز جنياس وقلت إن اختيار تكييز جنياس هياخد الزمالك في حدة مش حلوة أتمنى طبعاً لو حصل الموضوع ده أباً مخطئ يعني الحاجات دي زي دي بالواحد بحابب ويخطئ يعني لكي أنا عاوز أقول لكم معلومة مهمة فيه كلام على لسان الإدارة والموضوع المرتضى أن يوم الخميس أو يوم الجمعة معرفش ليه هيعلنوا عن المدرب السؤال هو وراء قلت الكلام ده أبداً 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 إيه اللي يسمح أنك تاخد يوم الجمعة معرفش برضو لكن المؤكد عندي أن تاكيس جنياس هذا اليوناني الذي يعيش في مصر هو المدير الفني الأقرب تواجداً في إدارة الفنية لنادي الزمالك وقد يكون الإعلان عنه يوم الجمح طب هو إيه اللي مؤخر من الراجل الموافع لأنه ياخد جنيه المصري وموافع على شروط الزمالك وهيجي يقعد لتكملة الموسم وحاجات زي كده اللي مانع إدارة الزمالك إنها تعلن الآن الآن تاكيس جنياس هو رفض جمهور الزمالك أو جزء لبأس بهم جمهور الزمالك وجود تاكيس جنياس فبيدوروا على اسم دلوقتي قد يكون يعني هم عاملين الخطة البديلة تاكيس جنياس خطوة واحدة من وجهة نظره يعني تجعل تاكيس جنياس مديرا فنية لندل الزمالك إنه التلت يامي اللي جايين دول يفشى الأمير مرتضى في الوصول إلى مدرب أجنبي بجهازه بقيمة مالية يقدر يدفعها الزمالك عند هذا الأمر وفشله أصبح تاكيس جنياس مديرا فنية لندل الزمالك وتم الجلوس مع تاكيس جنياس وشرح الأوضاع كلها للراجل وقبول الراجل بكل ظروف نندل الزمالك آه قعدوا معاه وأمير قعد معاه واتفق معاه وحطوا على الرف والراجل موافق إنه يبقى على الرف مدير الفني تجهزه موافق إنه يبقى على الرف يومين تلاتة متصورة إنه هيقدر يعدل الميلة في الزمالك يعني لكن في حاجة تانية كمان الكاف ماهلوش هاد الكاف الكاف هايمنى أحمد عبد المقصود إنه يدير مباراة الزمالك مع المريخ قال لح بش الكابتن أحمد دلوقتي زي الكابتن علي ماهر راح وخده بياخده الدورة دلوقتي لإيه والاتحاد المصري طلب الموافقة للكابتن علي ماهر إنه يكون يدير الملعب من ملعب المباراة في إفريقيا باعتباره بدأ يعني الدورة التدريبية إيه اللي تسمح له بإدارة المباراة ووافقة الكاف طب ماكبتن أحمد عبد المقصود معاهر نفس الدور إزا ما لك إدارة زيك مش راضية تخطب الكاف أو تحد الكورة عشان تخطب الكاف إنه يسمح لحمد عبد المقصود لإدارة الإيه المباراة فبالتالي حتى الآن الزمالك لم يخاطب لإتحاد المصري عشان يخاطب لإتحاد الأفريقي بإنه يسمح لحمد مقصود بإإدارة مباراة المريخ ولكن جزء من عدم الموافقة إنه هو مش فارق يعني المطش ده كله على بعضه مش فارق وهو مطش وخلاص مش محتاجة نبعت ورق والتعوى دين أحمد موجود مدرب عام طب بس فيه واحد المفروض يقف على الخط ويتكلم الناس كده يقول له يا جدعاني اللي هناك انتم يتفرج يتفرج عليه يعني هو ممسك الإدارة الفنية نعم أحمد أسف حسين ياسر المحمدي هو اللي هيكون في الإدارة لأنه يملك شهادة من الويفا تمكنه من قيادة الفريق إيه يعني واخد الشهادة وكي باخد برو كمان أو يعني يتجي إلى البرو فمن ثم حسين ياسر المحمدي هو اللي هيدير فريق زمانك يوم المريخ مطش المريخ مش الكابتن أحمد مصود يعني يوم كده الكابتن أحمد ويوم كابتن حسين وبعد كده ممكن يجأنا ما عندناش مانع أو عرفش هدير أو أعرف هدير أو لا بس يعني ما يمكن الأسباب في حاجة بقى قلتلكوا عليها في الفيديو اللي فات وهو فكرة التقييم وقلتلكوا الأول الألاء أن نقيم أمير مرتضة وبعدين نشوفها التقييم للآخرين لكن في حاجة بقى أعوز أولوكو عليها أنه الإجراءات الآن الإجراءات الآن في الزمالك يعني إجراءات سريعة جدا جدا لإنشاء شركة كرة القدم لإنشاء شركة كرة القدم في نادي الزمالك والمرجح أن يكون رئيش شركة كرة القدم في نادي الزمالك هو أمير مرتضى منصور بعد ما ينشئ الشركة هيختار رئيس لها وفي الأغلب أمير مرتضى منصور هو اللي هيكون رئيسا لشركة الكرة في نادي الزمالك ليه بقى؟ لأنه أمير عنده خطة اللي هي تغيير خطة تغيير قطاع الكرة كله من أوله لأخره وببحث عن مدير رياضي كمان ييجي واتعرض المنصب ده على أخونا أحمد حسين ميدو ومرضيش ورشح لهم آخرين للتولي هذا المنصب فالزمالك بيسعى بسرعة وبقوة لإنشاء شركة كرة القدم في الزمالك ويتولى مسؤوليتها مش أقولي الأقرب لا هيكون رئيس شركة الزمالك لكرة القدم أمير مرتضى منصور مش أحمد مرتضى لا أمير مرتضى منصور وهي أمير هيبق عامد بقى أصطف اللي أنا كنت بسأل عليه اللي هو مينموس شناهبة عنده مدير رياضي عنده لجان فنية تدير بقى عنده قطاعات الشباب كل ده وهو الأب اليد العرية يعني اللي فوق دي وتدير العنقودية الشبكة العنقودية دي الانترنت دي تمام طب ده يعمل ايه؟ يعمل برضو لنفس اللي أنا بقوله أنا ما عنديش مانع لكن عاوز أشوف أمارة عاوز أشوف أمارة هتقول لي يا شدي ما انت شفتها من أول جروس ومرورا بكارتيرون ومرورا برورا برورا هقولك صح أنا شفتها بس شفت برضو الفشل فشفت الاتنين ومن ثم أرجع تاني وأتكلم إنه اختيار أمير مرتضى لرئيس شركة الكورة وهذا أقرب والذي بيكون الوحيد المرشح مقبول لإنه عنده نجاحات ورغم الفشل لكن ماشي هيبس هيبه معا ناس شادي هيبه مش هيبه لوحده مش هيبه رئيس الشركة ويكلم نفسه يعني على الآن هيرد على حد تعرفين فيه مشكلة يعني أمير من الأشخاص اللي عارفين فيه ناس كده التليفون بتاعهم صامت وعلى وشه فما بتشوفوش ما بيشوفش لا بينور ولا بيسمع صوت ولا ما أعتقدش إن أمير مثلا لابس سمارت وودشف هيظهر أصدو الاتصال والحاجات دي لا فمن ثم هو على ما بيرد بقى ما يبص على التليفون هو موديل إنه ما يبصش على التليفون بسهولة يعني تمام فعلى الآن لك الشركة ما يبقى فيه مسؤولين يديروا الموضوع يعني لغاية ما يظهر رئيس الشركة أو يحضر في المعاد أو 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 لكن هي دي أخبارنا النهاردة اللي كانت معنا وأتمنى يعني إنها تكون التنال إعجابكم يكون مفيدة وفي نهاية الفيديو بشكركم وقولكم فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيعات على اليوتيوب واللايك والشير والكومنت واللايك للصفحة على الفيسبوك ودايما أسعد بوجودي معكم ودايما على خير يا رب السلام عليكم